موسيقى مكتوب بين عينيه كاف فاء راء متفق عليها وسمي الأعور الدجال أو المسيح الدجال لأن عينه قد مسحت فهو أعور وقد كثرت القصص والأقاويل والأحاديث عن قصة الأعور الدجال فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف وبعضها من الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة التي ليس لها أي سند وإن أفضل طريقة لقراءتها ما كتب في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما كثر الحديث على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعور الدجال سأله أصحابه رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله أكثرت الحديث عنه فخفنا حتى ظنناه قريبا منا وكأنه سيطلع علينا بعد قليل من ناحية هذا النخيل قال صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوفني عليكم إذا خرج فيكم فأنا حجيجه دونكم أكفيكم مؤنته وإن يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه فكل منكم مسؤول عن نفسه والله خليفتي على كل مسلم قالوا يا رسول الله صفه لنا قال إنه شاب شديد جعود الشعر عينه اليمنى بارزة ناتئة كأنها عنب أو عنب قد ذهب نورها أعور يدعي الألوهية مكتوب على جبينه كافر يرى المؤمن ذلك واضحا قالوا فمن أين يخرج يا رسول الله قال يخرج من طريق بين الشام والعراق فيعيث فسادا في الأرض أينما ذهب قالوا فما لبثه في الأرض كم يبقى في الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قالوا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم فالصلاة للمسلم كالماء للحي لا يعيش دونها قال لا أقدر له قدرة فلا بد من تقسيم الوقت في هذا اليوم وكأنه سنة قالوا فمن يتبعه يا رسول الله قال يتبع الدجال من يهود أصفهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة فياب اليهود المزركش بالأخضر قالوا يا رسول الله كيف سرعته في الأرض قال كالغيف استدبرته الريح أي إسراع المطر الذي تسوقه الريح بشدة فيصل إلى كل بقاع الأرض قالوا الملائكة بينه وبينهما صافين يحرسونهما فإن وصل المدينة نزل بالسبخة القريبة منها فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج الله منها كل كافر ومنافق قالوا فماذا نفعل إن ظهر ونحن أحياء؟ قال انفروا في الجبال ولا تقفوا في طريقه فما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فوات حسورة الكهف قالوا فما الذي يفعله؟ قال يأتي على القوم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتنطر والأرض فتنبت وتعود عليهم إبلهم وأبقارهم وأغنامهم ضخمة الأجسام ممتدة في الطول والعرض سمنا ويكثر لبنها وهذا استدراج كبير نسأل الله الثبات على دينه ويمر بالخربة التي هجرها أهلها منذ غابر الأزمان فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كذكور النحل المجتمع فيزداد أتباعه به ضلالا ويأتي على القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله ويثبتهم الله على الإيمان فينصرف الدجال عنهم فيصبحون ممحلين ينقطع الغيث عنهم وتيبس الأرض والكلأ ليس في أيديهم شيء من أموالهم ولا أنعامهم نسأل الله أن يثبتهم على دينهم قالوا يا رسول الله أمعه شيء غير هذا قال نعم فمن ذلك أن الدجال يخرج ومعه ماء ونار فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد وعذب فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب قالوا يا رسول الله أفلا نحاجه ونكذبه قال لا يظنن أحدكم أنه قادر على ذلك فإذا ذهب إليه فتنه فتبعه فضل وكفر قالوا فمن أعظم شهادة عند رب العالمين إذاك قال يتوجه إليه رجل من المؤمنين فيتلقاه مقدمة جنود الدجال فيقولون له إلى أين تذهب أيها الرجل فيقول أعمد إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه إله فيتعجبون من جوابه ويسألونه أو ما تؤمن بربنا فيقول هذا ليس ربا إنما ربكم الذي خلق السماوات والأرض وما هذا إلا مارق كافر فيثورون فيه ويتنادون لقتله ويهمون بذلك لولا أن كبيرهم يذكرهم أن الدجال أمرهم أن لا يقتلوا أحدا حتى يعلموه بذلك فيقيدونه وينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن صاحب أعلى صوته أيها الناس لا يغر أنكم هذا الشيطان فإنه أفاك دجال يدعي ما ليس له هذا الذي حذركم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشتد غضب الدجال ويأمر زبانيته فيوثقونه مشبوحا ويوثعون ظهره وبطنه ضربا فيقول الدجال مغضبا آمرا رجاله أن يؤذوه ويشجوه فيزداد الرجل المؤمن إيمانا حين ذاك يأمر الدجال رجاله أن ينشروه بالمنشار من رأسه إلى أن يفرق بين رجليه فيفعلون ويبعدون القسمين أحدهما عن الآخر فيمشي الدجال بينهما مستعرضا ألوهيته فيخر الناس ساجدين له فينتشي عظمة وخيلاء ثم يقول له قم فيقترب النصفان فيلتحمان فيعود الرجل حيا فيقول له الدجال أتؤمن بي إلها فيتهلل وجه المؤمن قائلا ما ازددت فيك إلا بصيرة وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنك ستفعل بذلك ينادي الرجل بأعلى صوته انتبهوا أيها الناس إنه لن يستطيع أن يفعل بعدي بأحد من الناس شيئا لقد بطل سحره وعاد رجلا مسلوب الإرادة كما كان فيأخذه الدجال ليذبحه فلا يستطيع إليه سبيلا لأن الله تعالى جعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فيأخذ الدجال بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أن ما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة فهذا أعظم شهادة عند رب العالمين قالوا يا رسول الله كيف ينقذنا الله من فتنة الدجال قال في هذه اللحظة حين يبلغ السيل الزبا يرسل الله أخي عيسى ليكون السهم الذي يصم به عدو الله وعدوبكم قالوا وأين يكون عيسى عليه السلام يا رسول الله قال إنه في السماء رفعه الله تعالى إليه حين مكر اليهود به وأرادوا قتله ورعاه هناك ليعود إلى الأرض في الوقت الذي قدره الله تعالى وللأمر الذي يريده سبحانه قالوا صفه لنا يا رسول الله قال ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق يلبس ثوبين جميلين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا تقطع رأسه انحدر منه الماء انحدر منه ماء الوضوء وإذا رفع رأسه انحدرت منه قطرات الماء كأنها اللؤلء الصافي فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا أن يموت وينتهي نفسه إلى حيث ينتهي طرفه قالوا أليس في ذلك الوقت جماعة للمسلمين؟ قال بلى إنه المهدي إنه المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأت جورا وظلما ينصر الله المسلمين على يديه إنه من آل بيتي من ولد الحسن بن علي وهو الذي يفتح روما عاصمة الروم الإيطاليين يبيد جيوش أوروبا الكافرة قالوا ولم يجتاح الدجال البلاد والمسلمون أقياء إذاك؟ قال ألم أقل لكم إنها الفتنة الكبرى حيث يرتد كثير من المسلمين على يد المسيح الدجال قالوا وأين يكون المهدي يا رسول الله؟ قال في القدس يحاصره الدجال ويحاول اقتحامها ليجعلها عاصمته الأبدية عاصمة اليهود ودجالهم والمهدي وجنوده يدافعون عنها ويقاتلون ما وسعهم القتال قالوا وماذا يفعل المسيح عليه السلام حين ينزل في دمشق؟ قال ينطلق إلى القدس فيدخلها فيتعرف المهدي عليه والمسلمون ويفرحون لنزوله فيستلم قيادة الجيش ويهاجم الدجال قالوا فماذا يفعل الدجال حين يسمع بعيسى عليه السلام قادما قال يفر من بين يديه إلى اللد وهي مدينة في فلسطين قريبة من القدس لكن عيسى عليه السلام يتبعه ويطعنه برمحه فيذوب بين يديه كما يذوب الملح في الماء ويرفع الله الهم والغم عن المسلمين ويحدثهم عيسى رسول الله بدرجاتهم في الجنة ويمسح عن وجوههم بيده الشريفة فما في الدنيا إذاك أعظم سعادة منهم رواه مسلم